ورحب بك طبعا معنا يا فادي وقبل ما نخش في نهاية أمم دوري أمم أوروبا رأيك ايه في التشكيل؟ هل كان من المتوقع تغيير في التشكيل؟ هل كان هو ده التشكيل اللي بدأ به هو التشكيل الأنسب لهذه المباراة؟ يعني في ملاحظة أول حاجة يعني مبسوطة أنا عاك تنهاني بابا دائما مبسوط بس أنا عندي ملاحظة أن كان ممكن أي من أشرف يكون أفيد على الناحية الشمال شوية أحمد فتوح كان يعني مستوى مش كان مهتز شوية كده في مباراة برج العرب وكنت أفضل أن طرق أحمد كباني يكون موجود في خط النص على حساب يعني ممكن على حساب يعني أنا كنت أتوقع أن النهاردة يبقى على حساب عبدالله الصعيد ويدي حرية أكبر لعمر الصلاية والنيني 4-3-3 ويدي حرية أكبر لعمر الصلاية أول محمد النيني أنهما يزيدوا مع التلاتة اللي قدام يعني بس طبعا اختجارات الراجل هو أكيد شايف مذاكر فرقة لابي أكتر مننا وشايف الملعب برضو هابي فيه عامل كبير ملعب النهاردة ترتان يعني أكيد حرجتها تبع عارف أكتر مننا ملعب صعب جدا ملعب التعكورة أعلى لساكن بولها تبقى أصعب فهو أكيد عنده عنده وجهة نظر في التشكيل ده وهنشوف يعني في المبرانة إن شاء الله يبقى الفوز من حلفنا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا أياً كال يعني دايماً بيكون فيه جدل في عملية التشكيل وعملية التغيير لكن على المستوى كلنا سوفورت لمنتخب وإن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية